وتنزانيا دولة شريكة في منطقة شرق افريقيا تلي خريطة ابراهيم من فضلك طبعا بيجمعنا بهذه الدولة الافريقية في شرق افريقيا قدام حضراتكم اهي دي تنزانيا يعني دولة تنزانيا على المحيط الاطلنطي قدام حضراتكم اهي الرئيسة فيه من حتة دي المنطقة الصغيرة ما عرفش حاجتش فينه لا اقا دي زنجبار زنجبار دي كان زمان يعني لو الصورة قد تجيب عمان عمان وزنجبار كل ساحل ده خلص مساحل عمان كله كل عمان دي كان هنا السلطانة العمانية المهم ده هي من هذه المنطقة دي المنطقة ده عندها حكم ذاتي وهي دلوقتي رئيسة هذه الدولة الدولة دي اهميتها ايه بصوا على المحيط الهندي خلاص اتنين دي البحيرات العزمة دي بحيرة فيكتوريا اللي هم نتكلم عليها يبقى دولة تنزانيا متشاطئة على البحيرات البحيرات العزمة او بحيرة فيكتوريا اللي احنا بنفكر دلوقتي ان احنا ننقل التجارة الافريقية من اسكندرية فوق على البحر المتوسط عبر نهر النيل اهو الى تنزانيا والدول المتشاطئة اللي هي الكونغو الديمقراطية وكينيا وجنوب السودان وتنزانيا طبعا بالتبعية وكل الدول الموجودة في هذه المنطقة ما عندهاش مواني يعني الدول دي ما عندهاش مواني فلما كل تنطلق الحركة الملاحية النهرية من بحيرة فيكتوريا اكبر بحيرات افريقيا ومن اكبر بحيرات العالم صوب الشمال تخترق كل هذه الدول وصولا الاسكندرية ده مشروع ضخم جدا يبقى لما اتكلم النهاردة سيدة ساميح حسن على التعاون بين الدول الافريقية في حوض النيل ادي دول حوض النيل حوض النيل الشرقي لي مصر وستودان واثيوبيا ودي حوض النيل كلها وكمان منطقة شرق افريقيا كل ده شرق افريقي ده قرن افريقي طبعا حتى دي ودي شرق افريقيا قدامنا بهذا الشكل فتنزانيا دولة افريقيا مهمة للغاية دولة مهمة للغاية احنا بنعملهم سد وكمان بنقول انه السد اللي احنا بنقيمه بنقول الافارقة نقدر نبني لكم سدود لكل الدول الافريقية لو انت عديت من تنزانيا فين ادي بحيرة فيكتوريا اكبر بحيرة في افريقيا ودي بحيرة تانى النقطة الزرق الصغيرة دي في اثيوبيا في منطقة بحر دار على الحدود السودانية او قدام حطرتكم منها وبين سودانا 20 كيلو ودي المنطقة في قادي اريتريا وقادي الصومال والمنطقة دي فيها مشاكل دلوقتي وفيها قلاق الكبيرة جدا العلاقات بين مصر وتنزانيا علاقات قوية فيها ثمرة فيها سدود فيها زراع احنا بنزرع عندهم هناك حاجات كتير جدا بنستورد منهم حاجات بنصدر لهم حاجات بنحاول ننقل التجربة بتاعتنا من مصر الى تنزانيا والدليل ان الرئيسة النهاردة كانت بتتكلم باعجاب شديد على تجربة مصر الاصلاحية سواء البناء او غير